موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة هنتكلم مع بعض عن الأضحية وعايزين ناخد فيها التساؤلات التي تارت كثيرا على الناس ونجاوب عليها عشان خاطر نقدر نستفيد من الأضحية الأول هو إيه المقصود بالأضحية وإيه دليل الأضحية وإيه مشروعيتها الأضحية هو اسم يطلق على كل ما يذبح من البقر أو الغنمي تقربا إلى الله تبارك وتعالى أي حاجة بتتدبح بالنية التقرب إلى الله في يوم النحر ويومي التشريق اللي هو يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد أيام التشريق هم ثلاثة أيام اللي هم بيبدأوا من أول 11 و12 و13 يعني ثاني وتالت ورابع ديله سبوء أيام التشريق الأضحية بقى بتذبح في يوم العيد ويومي التشريق اليوم الأولاني واليوم التاني دي بالنسبة لتعريف الأطحية اللي بيتدبح في الوقت ده بنية التقرب يالله تبارك وتعالى بيسمى الأطحية طيب إيه مشروعيتها؟ مشروعيتها الكتاب والسنة والإجمع أما الكتاب ربنا سبحانه وتعالى قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر والمراد أنك تصلي صلاة العيد ثم تنحر بعد ذلك طيب إيه السنة بقى؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصليه ثم نرجع فننحر ثم نرجع بعد الصلاة يعني فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سناتنا ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله وقد أجمعت الأمة على أن الذبح في يوم العيد ويومي التشريق هو ذبح الأطحية وأن هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى الله وكبر طيب السؤال بقى هل الأطحية أفضل من الصدقة؟ والجواب على ذلك أن الأطحية أفضل من الصدقة الأطحية أفضل من الصدقة لأن الأطحية فيها شعيرة لأن الأطحية فيها تنفيذ لأمر الله تبارك وتعالي وهلا لو كانت الصدقة لو أحد جاء قال أنا ممكن أوزع لحم أكتر من الذبح يعني أحد يذبح عن نفسه مثلا خروف الخروف ده يجيب له خمستاشر كيلو ألا أنا أقدر أوزع ثلاثين كيلو لحمة أحسن خمستاشر كيلو وبتمن الخروف أنا أجيب ثلاثين كيلو ووزع والناس يستفيد أكتر لا ليس المقصد أن الناس تأكل أو تشرب أو أن الفقراء يأكلون ويشربون فقط إنما المقصد هو التعبد وهو التقرب إذا الله تبارك وتعالى بالذبح بالعق كما جاء في الحديث وكما جاءت في الآيات فصلي لربك وانحى طيب السؤال بعد كده إيه لي يجزئ من الأضحي؟ قولك يعني ما يجزئ من الأضحي؟ قولك يجزئ من الأضحي؟ لا يجزئ من الأضحية غير البهيمة يعني إن ما كانتش بهيمة ما تنفعش في الأضحي يعني أنفعش واحد أضحي بفرخة أضحي بديك أضحي بكذا لا لا هذا كلامه لا صح لأن ما عليه إجماع الفقهاء وما عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام يعني إما من البقر وإما من الغنم وإما من الإبل الإبل اللي هو الجمال يعني فلا يجزئ ذلك فلا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية واضحة ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم يجزئ من الضعن ما له ستة أشهر يعني لو في ضن ينفع لو عنده عمره ستة أشهر يجزئ من الضعن ومن الماعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتين لأنه النبي عليه الصلاة قال لا تجزئ إلا مسنة والمسنة تخطت السنتين ودقلت في السنة الثالثة وكذلك من الإبل ما له خمس سنوات يبقى مش ينفع من الإبل اللي ما له خمس سنوات أما دون ذلك وأقل من ذلك فلا صحه في الأضحي طيب ناس تقول لك أنا جبت جدي لكن لقيته مخصي هل ينفع نعم يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش موجوء موجوء يعني مخصي عشان خاطر يزيد من اللحم ومن غيره ناس تاني بتسأل الجماء اللي هي ملهاش قرن لم يخلق لا قرن لا حرج في ذلك والذبح إن شاء الله صحيح ناس تاني بتسأل بتقول البتراء اللي هي ملهاش يعني ذنب أو ملهاش ذنب اللي هو الذيل يعني وما شابها ذلك يعني أو كان مقطوعا فنقول أن ذلك كله جائز بإذن الله السؤال بقى ما هو الذي لا يجزء في الأضاحي لا يجزء في الأضاحي ثابت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أن الذي لا يجزء في الأضاحي قال أربع نبقى صابه كده أربع لا تجزء في الأضاحي اللي هم إيه بقى العوراء البين عوروها والمريدة البين مرضوها والعرجاء البين عرجوها والعجفاء التي لا تنقى اللي هي الهذيلة يبقى فيه أربعة ما ينفعوك في الأضاحي أول وحدة العوراء اللي هي بيين عوراء لأن ذلك يؤثر عليها في الطعام وفي الشراب التانية العجفاء اللي هي المهزولة يعني اللي هي ما بتكونش كويس ومش عارفة تاكل كويس العرجاء البين عرجوها عندها رجل مكسورة أو ما شابه ذلك المريضة التي لا يرجى برؤوها لا يجوز هؤلاء في الأضاحي يبقى إذن هناك أربعة لا تجزء في الأضاحي العوراء والعجفاء العوراء اللي هي العمياء والعجفاء والعرجاء والمريضة هذه الأربعة لا تجزء في الأضاحي السؤال بقى بيقول يعني عايز يعرف وقت الأضحية أوله وأخره وزمنه يعني الأضحية أول وقت الأضحية إمتة؟ آخر وقت الأضحية إمتة؟ والزمان اللي إحنا ندبح فيه الأضحية إمتة؟ والجواب على ذلك أول الأضحية بعد الصلاة بعد صلاة العيد يعني بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد تبدأ أول رضحية ولا يجيء ما كان قبل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصليه ثم نرجع فننحر وثم يبقى فيه تراخي يبقى لازم تنتظر حتى ينتهي الإمام من صلاة العيد بل ومن خطبة العيد وهو الأفضل هذا أوله آخره آخر غروب شمس ثاني ثاني أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد غروب شمس ثالث أيام العيد يبقى بنتبح أول يوم العيد من أول ما الإمام يخلص الصلاة وبنتبح تاني يوم العيد كله وبنتبح تالت يوم العيد كله غاية لما الشمس تغرب طيب والسؤال طيب امتى الزمن بقى؟ الزمن يكون نهارا وليس ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا فالذبح كله يكون بالنهار من أول الفجر لغاية غروب الشمس السؤال المهم جدا في تقسيم الأضاحي نأسمها إزاي؟ إلى الأضاحي بتقسم ثلاثا ثلث لك تأكله وثلث تعطيه لأصدقائك هدية وثلث تعطيه للفقراء لأن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير والنبي عليه الصلاة والسلام قال تقسم ثلاث ثلث تأكله وثلث تعطيه للفقراء وثلث تعطيه لأصدقائك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لوه عن ابن عباس في صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء أجيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث يعني الناس اللي بتسأل كثيرة السؤال يتصدق علىها بالثلث لما يفهم من كده هذه تقسيم الأطحية لكن في خلاف بق بين الفقهاء في هذه المسألة هل ينفع الإنسان يأكل الأطحية كلها يجوز عند بعض الفقهاء هل ينفع الإنسان يأكل تلتين الأطحية يجوز عند بعض الفقهاء لكن الأصل حكتين إنك تأكل وتطعم فلو أطعمت أي فقير من الأطحية جازة ذلك وأن تأكلها منها طيب أحيانا ما منتمكنش من الأكل منها فهل في مشكلة في ذلك لا حرج في ذلك إلا أنه سنة أن تذبح بيدك وأن تأكل منها لكنك إن لم تتمكن أن تذبح بيدك وإن لم تتمكن أن تأكل منها فلا حرج في ذلك لأنها في الأصل سنة مسنونة طيب هي بقى واجبة علي أو لمشواجبة الأطحية واجبة على القادر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقرب النم صلانة استنبط العلماء من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجوبها على القادر أما غير القادر فلا أضحية عليه وهناك أيضا مسألة أخرى كثير من الناس يعني يعني يحدث فيها مشكلات وإيه مسألة قص الأظافر وقص الشعر يقولون أن إذا دخل عشر من ذي الحجة فلا يقص الإنسان شعره ولا يأخذ شيئا من شعري ولا من أفضاره هذا نص حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعريه وأفضاره طيب العمر فليمسك هذا على الوجوب ولا على الاستحباب والجواب أنه على الاستحباب لأنه قال إذا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ثم ممكن واحد ما يكون في إرادته الأضحية في أول عشر ذي الحجة وتأتي إرادته يوم العيد مثلا ييجي الصبع كده لنا تكون لعما تتبح وهو ما دبحش وعنده حاجة كده ممكن نتبحها فأردت خلاص هاته نتبح فدبحها إذا هنا معنى وأراد أن يضحي أن الإمساك عن الشعر وعن الأظافر ليس بواجب وإنما هو سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام للحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأفضاره مسألة الأخرى يسأل فيها السائلون وهي عن كم تجزئ البقرة أو الجمل أو الخروف الخروف يدزء عن شخص واحد أو عن بيت يدبح عن نفسه عن آل بيته بخروف واحد وده فيها حديث النبي عليه الصلاة أنه دبح عن نفسه وقال بسم الله الله إن هذا عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم يعني آل بيته أما البقرة والجمل يجوز أن يشترك فيها سبعة كما في الصعيم الحديث جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يبقى ينفع سبعة يشتركه طيب يقولك طيب هل ينفع أكثر من نية في ذبح البقرة أي وينفع ينفع اختلاف نية المشتركين في نية في ذبح البقرة أو في ذبح البدنة يعني الجمل إزاي إني أنا ممكن بأن نيتي أعمل عقيقة الابن ما عنديش قدرة إني أنا أدفع سبع الجمل يعني مثلا لو كان العجل أو الجمل مثلا مقداره أربعتاشر ألف فأنا ما عنديش أقدر أجيب أربعتاشر ألف عشان أدبح وما فيش جدي أو خروف بأربعتاشر ألف بألفين جنيه فأعمل إيه أشترك بالألفين جنيه وأشترك معهم على اعتبار إن إحنا لما نشترك يبقى الأمور كده كويسة وأقدر أنا بأن نية العقيقة وإنت نيتك لنك أنت تضحي وآخر نيته أن يأكل لحما أنه يجيب لحمة يكله وآخر نيته أن يتصدق به كلنا على حسب نيتي فيجوز تغير نية المشتركين في الذبيحة الواحدة في الأضحية المسألة الأخيرة في هذا الأمر إن كثير من الناس يبحثون عن طيب ندي الجزار ولا ما نديش الجزار الإمام أحمد يقول ولا تعطي الجازرة منها شيئا واستدل على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب بيقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازرة منها شيئا لماذا نحن نتمسك بهذا الأمر وغير من الفقهاء يقولون بخلاف ذلك بأنه يجوز أن نعطي الجازرة منها شيئا قطعة بسيطة أو غيرها ولا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا من الأضحية هذه بعض المسائل أردت أن أجمع على حضراتكم في مسألة الأضحية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم ومن سائل المسلمين أجمعين في كل مكان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه وكل عام وحضرتكم بخير